اطلقت البارح في الساعة السادسة مساء الشروق اطلقت الكليب الخاص بشهر رمضان الكريم لمتنا تحلى الطبعة الثانية او نسخة الثانية من هذا الكليب الغنائي الذي اخرجه امين بومدين الشروق يعني كما عودتكم كل سنة بشبكة برامجية مميزة وفيها الكثير من المسلسلات والاعمال هذا هو الكليب الذي يظهر على الشاشة وطبعا شارك فيه عدد من الاسماء الفنية داليا شيح سعد رمضان من لبنان الشاب بلال شيرين اللجمي ايضا الفنان الكبير عبدالقادر شاعو كان هو احد الاسماء الكبيرة التي ظهرت في هذا الكليب وامين بومدين حاول برؤية اخراجية ان يقدم رمضان بشكل حميمي وفيه نوع من النسطلجيا وايضا فيه نوع من الحياة اليومية العادية بالنسبة الى كل الجزائريين فهذا الكليب سوف نتابع جزءا منها الان وكما قلت هو عمل ضخم تطلقه الشروق عشية رمضان الكريم نتابع دائما فرحتنا دائما هذا هو الكليب الغنائي الذي اطلقته الشروق عشية رمضان يجمع عدد كبير من الاسماء عبرزهم الفنان الكبير عبدالقادر شاعو اللي يعطيهم صحة صنع الكليب يعني كان في الاستخباه في بداية الاغنية وختمها وكان مسك الختم لانه فنان عصيد يعني بصمة الصوت تعطينا باللي صحرنا في شهر رمضان وكان اسماء عربية شاركت في هذا الكليب على غير اللبناني سعد رمضان والتونسية شيرين اللجمي وايضا كان هناك داليا شيح والشاب بلال وبيم دي ايضا فكل هؤلاء الفنانين يجتمعوا في هذا الكليب شوفوا الشروق مؤسسة عريقة وكبيرة وتعمل بتقاليد الكبار يعني عندما تقدم مثل هذه الاعمال فهي مثل كل القنوات الكبيرة يعني عشية رمضان قليل من القنوات تعتمد لهذه الطريقة وكي ان اعمال كبيرة ستشاهدونها وجميلة في رمضان بديتوا الان تكتشفون بعضها على الشاشة من خلال الاعلانات هناك مسلسل درامي 11-11 لأسامة قبي هناك البطحة عودة نبيل عسلي ونسيم حدوش مرة اخرى مع محمد بن داود اكيد وكان ايضا مسلسل الاختيار الاول مع رضا ستيساز وفي نضم 11-11 في ملكة بلبي ويوسف سحيري وفري مهدي وكثير منها وعزيز بكروني وكثير من اسماء الفنية وهيفاء رحيم وغيرهم 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 فالفرجة مضمونة في الشروق العامة والشروق الاخبارية في شهر رمضان الكريم نختم بالكليب ديما فرحتنا دايما ونلتقي في الغد ان شاء الله موسيقى دايما فرحتنا ديما قائمة بارك عدينا مليمة يا ربي درمها دايما فرحتنا ديما قائمة بارك عدينا مليمة يا ربي فراحنا